لو النهاردة تكلمنا عن مسلسل يوترن ايه اكتر حاجة شدتك في شخصية هودا؟ اه شوفي انا طبعا هودا دي انا كنت خايفة منها خوف لا تتخيالي يعني وطول مع استاذ ايمان سلامة بيكتب طبعا بوجه له تحية كنت يعني اسألي مثلا يعني يوم او يوم لا بكلمه اعملو معاملوش اعملو معاملوش هي هودا دي هتفضل كده هي هتفضل طيبة كده هي هتفضل هابلة كده هو ازاي الوقت ده يتحكي عليها هو مش عارف ايه طول الوقت بكلمه طول الوقت بسأله ده وفعها ايه طول الوقت بقوله تحولتها ازاي طول الوقت يعني جننتوا بصراحة فانا كنت خايفة قوي من هودا دي ليه بقى لان انا بقى لي فترة اعتدت على الادوار اللي فيها شر وفيها عمق وفيها حركة قوي عكس شخصية فكرتيني بعد الادهم دلوقتي تيجي هودا دي لسه حد مبيرها اقلي الجملة بجد؟ او والله يعني انت عكس انا سلمة لسه اقلي المبارك فتيجي هودا دي احس ان هي فيها شبه مني فاتخد اقول ايه ده فيها شبه مني طب انا هعملها ازاي يعني هام فيها ايه ان هي شبهي عفكرة دايما الشخصية دايما المزعين او الاعلميين او كده بيسألونا هي الشخصية دي فيها ايه منك اول ما يقولي كده على طول اعرف ان هو لازم يغير السؤال ده وبجد لانه اول ما الشخصية تبقى فيها شيء منك فدي دلالة على انه اللي هيحصل مش مدهش لازم يبقى الشخصية دي مش طبعا لانه انا لو انا طلع عبيرة طيبة الهدية ما عملتيش حاجة ما عملتش حاجة لي ايه انا يمكن المشاهد يقول الله ما هي اصلها قبل كده كتعاملة خيانة عهد وكتشريرة فالمرات دي انا بالنسبالي انا بقى كعبيرة مش الله خالص ليه بقى لان انا طب انا هبزل مجهود فين فانا بقى طول الوقت عمالة امبش وراء انا هبزل مجهود فين فهي كانت شخصية طبعا عايز اقول ان هي برضو يا شخصية حلوة لان هي شبه ستتة الحقيقية الطيبة ليه ممكن احب واحد واصغر مني مش مشكلة طالما الحب فهي مثالية برضو شخصية تفكر كيه دي مثالية فمش مشكلة اكيد هو بيحبيني ويدحك عليها ليه مش عارف ايه الغد بده ما عملتنوش حاجة وحشة حيدحك عليها ليه بعد انت لايه بعد كالما صايف تيجي انت عايزة تفكري طب ما يمكن مظلوم طب ما يمكن مش عارف ايه عايزة تديله اعذار وبقى انت يجي بقى مرحلة تانية ستات بتدخلها او متدخلاش انه هنتقم منه اخد حقي او خلاص هتسيبه بقى لربنا يعني انت معا ان الست فعلا لو الراجل قلب عليها قوي كتنتقم وكده ولا تسيبه بقى منه لنفسه سباشل ان احنا اليومين دول يعني احنا بنسمع حاجات الواحد يعني اه لا الموضوع الوضع بقى صعب جدا 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 ومرفوض وغلط يعني بجد ما ينفعش ابوسي انا يعني عايزة يمكنك اتكلم شوي في الموضوع ده انجي بس انا طبعا مش مع الانتقام انا لشخصيتي انا يعني انا شخصية متنتقمش يعني ما عنديش قدرة على الانتقام يجوز ما عنديش قدرة على مواجهة الصراعات انا بحبش الصراعات خالص خالص دايما بقول انه الشخص اللي هيجي ويقذيكي في يوم ما انت هتشوفي ده هتشوفيه في يوم ما يمكن بعيد بس هيتشاف وفي نفس الوقت فيه اثار ايجابية عليك انت انت تركتي لله تركتي للربنا في ايوم ربنا عمل لك انت حاجة حلوة ويفضل سندك انت وبعدين على المدى البعيد تشوفيه لا ازاكي متسنتش وبيضحضر وبيضحور فانا مش مع الانتقام صراحة خالص خالص شكرا